السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في برنامج صحبة أمال لعلاج التوحد في أمريكا اليوم سنتكلم حول تنمية مهارات الحوار وحضرت لكم بعض الأمثلة البسيطة عن كيفية تعليم الطفل الحوار أول شيء مثلا تروا سقر يطير فتبدأ بعمل حوار مع الطفل مثلا ما هذا كيف يتنقل من مكان لآخر يعني الأب أو الأم يسأل أو المختص يعني الشخص الذي يكون مع الطفل أو المدرب الذي يكون مع الطفل هو الذي يسأل والطفل يعني لا تسأل وتحاول الإجابة مباشرة لا لا تنسوا بأننا نتكلم حول الطفل لديه إضطراب ولديه تأخر في الكلام لذلك بعد سؤالكم مثلا تسأل السؤال الأول ما هذا لازم يبقى وقت للطفل من دقيقتين إلى خمسة دقائق للتفكير والتجربة هو ممكن يقول لك حيوان لا يقول لك طائر مباشرة وكذا يعني لا يقول لك لا يجيبك بالإجابة الصحيحة يقول لك ممكن حيوان أو لا يقول شيء بالرغم أنه يتكلم لكن هو غير قادر على أنه يجيب على الأسئلة أو يستعمل مخزونه الذي موجود في الداكرة لذلك أنت اسألي ما هذا يعني نحن نعلمه سيغة السؤال أولا ونشير في نفس الوقت إلى الطائر يعني نسأل السؤال ثم نشير إلى الطائر ونقول له ما هذا ونقدم وقت للطفل للتفكير والإجابة مهما كانت الإجابة مهما كانت إجابته نبدأ بالتصحيح الإجابة والابتسام في وجه الطفل حتى نشجعه وبعد خمس دقائق نقول له الإجابة الصحيحة طبعا نصحح له الإجابات المهم أنك لا تقول للطفل مثلا هو إذا أجابك بهذا حيوان لا تقول له لا هذا ليس حيوان فكر أكثر يعني بعنف وعصبية لا الطريقة الصحيحة هو أنك تشجعه فكر أكثر لازم تحاول أكثر وبابتسامة وبصوت لطيف حتى يحس بأنه يعني ليس في امتحان بل هو يتعلم لا تنسوا نحن نحاول تعليمه لذلك يجب تكون الطريقة متقنة وتكون لطيفة قلنا في الآخر تقول له الإجابة وبعدها تنتقلين إلى السؤال الثاني وبعدها إلى السؤال الثالث ماذا يأكل بعد الإجابة على السؤال الأول طبعا ما هذا هو طائر هنا تستطيع أن تطرح السؤال ماذا يأكل الطائر لأنك أجبته على السؤال الأول وبتكرار كلمة طائر خلال الأسئلة الأخرى سيبدأ الطفل يحفظ الإجابة الصحيحة ونفس الشيء مع كل الأسئلة هل هو أليف؟ هل نستطيع أكله؟ مثلا مثل الخاروف وكذا المهم أنه الأسئلة تكون مباشرة وبسيطة كما هو موضح لماذا مخالبه كبيرة؟ هو الآن أنا أريكم فقط هنا صغرى لكن أنتم أكيد تكونوا في حديقة حيوانات مثلا لذلك يستطيع رؤية المخالب يستطيع يعني حتى إذا كان ابنك أكبر من أربع سنوات أو خمس سنوات يمكنها القراءة في حديقة الحيوانات يوجد قائمة فيها كل الإجابات على هذه الأسئلة الموضحة أمامكم وبذلك يسهل على الطفل الإجابة طبعا نأخذ مثال آخر حول الخضر مثلا البصل لا يوجد بيت لا يحتوي على البصل لأننا نستعمله في كل الطبخات والمأكلات اليومية طبعا السؤال الأول دائما يكون التعريف على الشيء الموضح أمامنا السؤال الأول ما هذه تشير إليها بالأصبر وتسأليه ما هذه أولا يعني هل هي خضار هل هي فواكه منها هنا أنت تعلميها المجموعات مجموعة الخضار مجموعة الفواكه مجموعة حيوانات هكذا أنت تعلميه عدة أشياء يعني الحوار هو آخر مرحلة في علاج تأخر الكلام عند الأطفال يعني نكون قد مررنا بعدة مراحل في التعليم وفي علاج تأخر الكلام مع هذا الطفل ويكون لديه مخزون لغوي جيد حتى يستطيع الإجابة على هذه الأسئلة نحن الآن نوجهه ونعلمه كيفية صيغة السؤال وكيفية صيغة الجواب ثم نواصل سرد الأسئلة بعد إتمام السؤال الأول والإجابة عليها نبدأ ما هو لونها أو ما هو لون البصل بما أنه قد مررنا بالمرحلة الأولى التي هي التعريف على هذا الشيء أو المنتج الموجود أمامنا ننتقل إلى المرحلة الثانية ونقول له ما هو لون البصل يعني نذكر اسم هذا الشيء الموجود أمامنا بعدها في سؤال ثالث هل هي من الخضر أو من الفواكه يعني هنا الطفل إذا كان في المرحلة التي سبقت الحوار لم تعلميه المجموعات يعني مجموعة الخضار ومجموعة الفواكه لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال لذلك قلت لكم سابقا أنه لازم المرور بكل مراحل علاج أخر الكلام وأخذ وقت فيه والتمرين بالأنشطة والنزهات يعني كل مرحلة لازم تأخذ وقتها ويتقنها الطفل إتقاناً مئة بالمئة حتى يستطيع المرور إلى المرحلة التي تليها إذا لم تأخذوا وقتكم في التعليم سيبقى الطفل دائماً في تدهور دائماً في تدبدب يعني أشياء يعرفها أشياء لا يعرفها حتى أنه يبدأ الكلام بعشوائية وتكتر الأخطاء يعني هذا كله يظهر أثناء بداية الكلام لكن إذا كنتم قد درستم المراحل بشكل جيد فمرحلة الأخيرة من علاج أخر الكلام ستكون سهلة بالنسبة للطفل ويجيب بكل سهولة مثلاً هنا كيف هو طعمها أو كيف هو طعم البصل فيها أدواق يعني هنا أيضاً مرحلة قبل مرحلة قبل الوصول إلى مرحلة الحوار أكيد سنمر بالأدواق هذا مر هذا حلو هذا مالح يعني إذا كان لم يتعلم من قبل الأدواق فلن يستطيع الإجابة أيضاً على هذا السؤال لذلك المرحلة ما قبل الحوار مهمة ومهمة جداً مثلاً هنا كيف هو ملمسها أو كيف هو ملمس البصل هنا الأطفال الذين لديهم مشاكل في اضطراب التكامل الحسي لللمس يكون لديه مشكل في الإجابة على هذا السؤال لأنه أولاً عند لمس الأشياء لا يحس بها كما نحس بها نحن يكون دائماً كل شيء مختلف مثلاً البصل مثل هذه الصورة يوجد بصل من النوع الرطب ممكن الطفل إذا كان لديه مشاكل في اللمس فلا يحس بها رطبة كما نحس بها نحن بل يحس بها ممكن بعض الشيء خاشنة لا أدري يعني كل طفل يختلف طبعاً كل أنا أقدم لكم فقط أمثلة حتى تفهموا قصدي لذلك هنا الطفل لازم يكون قد مر بعلاج اضطرابات التكامل الحسي لللمس حتى يستطيع الإجابة على هذا السؤال ويكون قد تعرف على كل أنواع الملامس يعني هذا خاشن، هذا رطب، هذا أملس يكون قد تعلم كل المفردات التي تخص بتعريف السطوح وأنواعها ويكون قادر على أنه يلمس ويحس ذلك الشيء حتى يستطيع أن يجيب على هذا السؤال لذلك تهيئة طفل لديه اضطراب طيف توحد أو اضطراب فرط حركة أو تشتت انتباهة مهم جداً ولكن للأسف أنا ألاحظ بأن أغلب العائلات يمر مباشرة إلى الإجابة إلى الأسئلة وهذا خطأ كبير وتبدأ الأم تشتكي بأن ابنها أو ابنتها لا تستطيع الإجابة على الأسئلة لماذا وكيف وكذا أنا اليوم أشرح لكم هذا أشرح لكم لماذا أبناؤكم غير قادرين على الكلام لأن تهيئتهم كانت خاطئة من الأول لأنكم لم تأخذوا وقت في التعليم مرحلة بمرحلة لم تقوموا بالتدرج في التعليم قمتم بتعليمه المرحلة الأخيرة مباشرة لذلك فهو غير قادر على تنفيذ الأوامر هو غير قادر على فهم الكلام هو غير قادر على الإجابة على الأسئلة لذلك يجب المرور بكل المراحل من فضلكم قناتي الثانية موجودة في عنوان هذا الفيديو مكتوبة بالأزرق اسمها برنامج صحبة أمل وأي أسئلة طبعا أكتبوها في التعليقات لنجيب عليها إما في هذا القناة إما في القناة الثانية إما عبر صفحتي على الفيسبوك Autism LG USA وربش في أبنائنا وبناتنا جميعا وشكرا لمشاركتكم ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة والسلام عليكم